ضايفنا بها الحلقة هو نشر مجلية سبور أوتو من سنة 1973 بدأ مسيرته كسائر اليات قبل ما ينتقل للمجال الإعلامي نظم العديد من الأحداث والمعارض بكل أنحاء منطقة شر الأوسط وهو مطلع على السيارات ومازال لليوم مواكب كل التطورات ضايفنا هو جيرار سونال جيرار أهلا وسهلا فيك شكرا على ديافراك مرسي فرانسوا حظك ولد بفرنسا وعشت بلبنان يعني برنامج دريفن هو المكان الصحيح أو البيت الثاني ليك اللي بنتشرف بوجود أيقونة زي حضرتك في عالم السيارات جيرار عندي لقلك كم سؤال شخصي من 73 إلى 2019 46 سنة بعد في صحافة سيارات ولا صار هلأ عصر الإنفلونسر يمكن فيه على الأرض اليوم 30 مليون صحافة سيارات اليوم كل واحد معه شوية إكسبرينس بالسيارات بيحب يعبر عنه أصبح نوع الصحافة الجديدة بس أنا مش صحافة هيدا الصحفية رح يبقوا الصحفية هني اللي رح يضال يكتبوا البريميوم كونتنت اللي نحنا بنسميه تعرف إذا ما عندك بريميوم كونتنت ما عندك هدول 30 مليون بدك واحد يبلش يمحل أوكي بتشتليك أنت اليوم بالأخبار السيارات نقلا عن هالجريد الأمريكاني الكبير نيورو تايمز ووشنجل بوست هنقوب وبيلحق الخبر وروح على السوشل ميديا سو رح يضال فيه صحفية رح يضال فيه ناس تقدر بتعطي المعلومة الصحيحة المدروسة المدؤونة اللي بيقدروا يكملوا عليها كل السوشل ميديا يشتغل لا حيضال فيه صحافة طبعا أنا مبسوطة أنك معانا بالذات لأنه فيه أسئلة أو ميث في خص السيارات كل شخص له جواب عليه أو فيرجل معين عليه ودي أسألك إياها يعني مثلا هل صحيح أنه في الصباح لما نشغل السيارة المفروض أنه ما نسوقها إذا كانت السيارة محمية شوفي أصبحت ميث هذه من 30 سنة كانت حقيقة بعد كل يمات كانوا المحركات ينصنعوا بطريقة مش دقيقة مثل ما بيصنعوهن اليوم اليوم بطل هالموضوع موجود بالعكس كلمة سرعتي تمشي بالسيارة كلمة حميتي المحرك تبعي أكتر كلمة بتحافظي علي أكتر أوه تغيرت الدنيا أكثر طب جيرارو قصة غيار الزيت منسمع هوني أنه لا غيروه على هيدا الكيلومتراج أو هون أنت برأيك قصة غيار الزيت شو هي كمان أسطورة لا الزيت شوف حسب نوع الزيت اليوم كل الزيوت تم بيع بالسوق معمولة لتنشي معك بين السبعة والعشرة أليف كيلومتر كل آياتهم هلأ فيه بعد بتعرف عادات روح تغير كل ألفين كيلاتة أحسن أفضل تحافظ على المحرك بس هاته كمان غلط أنا بقول أنه اليوم الزيت لازم نغيره كل عشرة أليف في الفترة الأخيرة شفنا أنواع بنزين مختلفة ناينتي فايف ناينتي وون أوكتين أو خمسة وتسعين واحد وتسعين أوكتين كيف نختار الواحد وتسعين خمسة وتسعين وليش؟ اليوم البنزين بيختلف من بلد لبلد من دولة لدولة لا تدر تغير البنزين بالسيارة إلى علاقة بالإلكترونيات خاصة الإلكترونيات اللي بتدير الإنجيكتورز طبعاً للمحرك أوكي؟ معلوم الأوكتين بيلعب دور بيعطي قوة أكتر نظافة أكتر كل ما تعليه الريتز طبع الأوكتين كل ما بيكون عندك مورث باور بالإحتراء هذا موجود بقلب سيارات الموتو سبورت يعني العربيات اللي منشوفهم فرمولات مستعملوا بلدين خاصة اللي هو حوالي 100-101 أو الطيران اللي عنده الكروزان اللي بعلي أكتر بس اليوم معظم السيارات بيشتغلوا بريحة على أكتين 95 عالمياً يعني 95 ويعتبر هو دائم من السيفتي مارجن خلينا نقول هذا ممتع جيد في سيارات رياضية عندها هاي كمبريشن ريشو فيها ممتع تعدل فيها استعمل ناكتين بس ألال مشكلون هكي طب مين برأيك شركة السيارات اللي حافزت على مستويها؟ كلهم حافزوا على مستويهم سألني السؤال مين حسن مستويهم؟ حسنوا مستويهم أكتر شي الصانعين الأسيوية اضطروا بعدين يوقفوا بوجه الأمريكان والألمان وكذا حلوا كتير مستويهم موضوع إنه مستوى أو كواليتي ما بقلو هالأهمية قدام الطريقة اللي نحنا نتعطى مع السيارة هل السيارة مادة بلح نستهلكها بسرعة أو هل نخليها عنا نحافز عليها اليوم السيارة شغلة كل 3-4-5-6 سنين انت بتغير 70% من كل سيارات تنبيع ليس ما أحدا بيشت السيارة بقى كأنها كم تستأجرة أرسكي بقى مش هناكي أنا بقول إنه مش مهم كتير المهم إنه أنت 5-6 سنين 7 سنين تستعمل سيارتك وما يكون عندك مشاكل طيب من يبي رأيك شركة السيارات يلي رح تتوقف مع الوقت أو بالأحرى مش رح تتوقف رح تتغير هويتها مع الوقت كتار مع السورة اللي عايشين هالقا حاليا والغيار الكبير اللي جاي مثل السيارة الكهربائية وأنا بعرف إنه سيارة كهربائية بالعشرة عشرين سنة المقبلة رح تكون مسيطرة حقيقتا على السوق اللي ما فهم بالوقت المناسب إنه لازم يغير سياسته يروح سيارة كهربائية رح يلاقي شركة وهالشركة رح يجو رح يدعموه ورح يكمل ويستمر عبر الشراكة وليس عبر الانفراد شوف الصين ما تستهون الصينة فاتين وعرفوا حالهم إنه ما رح يعملوا متل ما عملوا بالزمنات اليابانية الكورية يجونا بسيارات تقليدية متل مكان عنا يهون عم بيجو ضغري على الكهرباء وشركات إنه كنا نضحك عليهم متل جيلي من كم سنة ما بتلاقيهم إنه صاروا شارين فولفو وفولفو بالعام الـ 2021 بح تكون كلها كهربائية ما بقى في محركات عادية يعني عم بعتيك أمتال شوف البرند جديد اللي عملته مرسيليس مع الكيو السيارات كهربائية في اليوم 25 تراس حقيقة فيك تروح عشر وم تشتريهم ما في غيرهم في حوالي 100-110 هايبرد بين البنزين والكهرباء بس بحضة عشر عشر قال لي خلينا طيبين صح ونشوف كيف رح نشوف هالثورة كيف هم بتصير وكيف هم بتنجح لأنه أصلاً طلعت خلاص مشي هل تتوقع إنه حتصير في تصاميم تبهرنا أكثر من التصاميم اللي أرادي كانت موجودة من أول أكيد لأنه هندسة السيارة رح تختلف اليوم نعم يكون عندك أربع محركات كهرباء على كل دوليب صغار بالزاوية البطاريات على سطح السيارة أو إذا بدنا على أسفل السيارة موجودين كلها المسيحة اللي بتشوفيها هذي رح تغير كلها رح يقدر الدزاينر ما بقى يكون مربوط أو مقيد مقيد بشروط تقنية السيارة كلها رح تتغير ما رح نعرفها اليوم الشيارين كار السيارة بأوروبا وبأميركا عم يستعملوا كتير توهم صلحوا لنا بالقيادة الحين خلاص هتلغوا موضوع السوار طيب سيد جرار شركات كثيرة من شركات السيارات بيختاروا سفر وأشخاص يمثلوهم في عالم السيارات إيش المتطلبات من هذا الشخص لازم يكون موجودة فيه على أساس يختاروه كسفير للإسم هذا هذا موضوع كتير مهم عم تسألوا عادة سفر كانوا ناس عاملين شي بحياتهم ممير السيارة إلى علاقة مع الرياضة وشفت أنت الأبطال الرياضة اليوم هدي كم واحد صار ممثل أو سفير لبراند سيارات معين فهي أكثر هي علاقة ما بين شخص وإنجازاته في الحياة؟ ايه أو اللي بيرمز هو لقلو بيعمل يكون بس شاب حلو أو صبية حلوة أعطينا شي ممثلة مهمة بهوليوود ما بتمثل براند كل فيه سيارات شغلي كثير اموشن هيدول بيرمزوا لأموشنز صح وهالأموشنز بين هدول السفرة المشهورين والسيارة بتأثروا العالم فيها تأكيداً على كلامك جيرار كلنا بنعرف مريا شارابوفا لعبة التانس المحترفة يلي مش بس محترفة بالتانس محترفة كمان بجمالة شاركة بورش الألمانية اخترتها حتى تكون الوجه الإعلامي لقالها لا تعكس أجمل صورة عنها ترجمة نانسي قنقر